عندما يحدث شيء سيء لديك ثلاث خيارات يمكنك إما السماح لها بتحديدك الحقيقة مثل الجراحة إنها تؤلم لكنها تشفي الكربة هي بمثابة مسكن للألم إنها تعطي شعورا فوريا لكن لها آثارا جانبية إلى الأبد جعلتني أيام المظلمة قويا أو ربما كنت قويا بالفعل وهي التي جعلتني أثبت ذلك ργي في سن العشرين نشعرو بالقلق حيال ما يعتقض بالآخرون عنا في سن الأربعين لا نهتم برأيهم بنا في سن السبتين إكتشفنا أنهم لكي أجل أعطبت ذلك في سن مفق كن فخورا بنفسك لماذا صعوبة ما تقوم به من محاولات عندما تمطر فإنها تتساقط ولكن سرعان ما تشرق الشمس مرة أخرى ابقى إيجابيا فأفضل الأيام في طريقها إليك من سهل الحكم على أخطاء الآخرين من صعب أن تدرك أخطاءك إذا كنت تشعر أنك تخسر كل شيء تذكر أن الأشجار تفقد أوراقها كل عام ولا تزال منتصبة وتنتظر أياما قادمة بشكل أفضل عندما يكون شخص ما لإيمان لا تستمع عندما يكون شخص ما لإيمان لا تستمع عندما يكون شخص ما وقحا أبتعد عندما يحاول شخص ما أن يحبطك ابقى حازما لا تدعي السلوك السيئة لشخص ما يدمر سلامك الداخلي لا تنظر إلى من هو أقل منك قدرا إلا إذا كنت تقوم بمساعدته ليس عليك أن تكون إيجابيا طوال الوقت من الطبيعي أن تشعر بالحزن أو الغضب أو الإحباط أو الخوف أو القلق الشعور بالمشاعر لا يجعلك شخصا سلبيا إنه يجعلك إنسانا يتحدث الناس خلف ظهرك لثلاثة أسباب 1- عندما لا يستطيعون الوصول إلى مستواك 2- عندما لا يكون لديهم ما لديك 3- عندما يحاولون تقليد نمط حياتك لكنهم لا يستطيعون ذلك 4- عندما يحاولون تقليد نمط رأس 5- قال لوكğinن 2-� م pilgrimage